طيب بمناسبة الكاف وهو زي النهاردة ولكن في هقول لحضراتكم الاتحادة 20 ديسمبر 2000 بيعلن الاهلي بطل القرن ده اعلن في 22 ديسمبر 2000 الاتحاد الافريقي اعلن ده وكالات الانباء المختلف رويترز نقلا عن موقع الفيفا و موقع ازاعة البي بي سي ايضا نقلا عن الفيفا مدرنغانا نقلا عن قرار الاتحاد الافريقي كل ده رحب العالم كله رحب باختيار الاهلي بالتصنيف في مصر بقى الاهرام لا لا بما فيه نادي زمالك في مصر بقى زمالك ابدأ اعتراضه كما نشر في الاهرام اهو والاتحاد الافريقي اضطر وقتها للرد احنا ليه بنقول ده ده فات عليها جماعة 18 سنة ده كان سنة 2000 يعني الشباب اللي دلوقتي في العشرينات ومتفاعل مع الامور وبيسمع عصه سرقه نادي القرن بنقول له شوف الكلام كان ايه سنة 2000 لما الاتحاد الافريقي اعلن والزمالك شكك واشتاك طر الاتحاد الافريقي انه يأكد الاهلي نادي القرن برصيد 40 نقطة الزمالك في المركز الثاني برصيد 37 نقطة الاتحاد الافريقي هو المسؤول عن التصنيف وليس الاتحاد الدولي وقال ساعتها الكاف في ما نشرته الصحف وقتها ان الاتحاد الافريقي بيأكد انه هو المسؤول الوحيد عن تصنيف الاندية الافريقية وليس الاتحاد الدولي وان هذا التصنيف لم يقم به الفيفا مطلقا وهو على اساس علمي وتحسب نتائجه بالنقاط وليس عشوائيا عن طريق الخبراء والتصريح ده كلمين شخصي زمالكوية مرموقة هو الدكتور ذيكين جازم جيان كان وقتها مدير العلاقات في الاتحاد الافريقي اللي بعد كده قالولنا نسبوله كلام انه هو مش موافق على الاسس دي وانه هو لم يشارك فيها وقلنا له في المالكو اكتب احنا جبناه صوته صورة بالزبط وقال لنا ان هذه المعايير تم وضعها وهو كان مسؤول عن اعلانها بالزبط الحمد لله هذه وصيخة جديدة تضاف الى ما سبق قال الدكتور فيكن وقتها في الفين انه بناء على حسابات الاتحاد الافريقي يكون تصنيف النادي الاهلي في المركز الاول برصيد 40 نقطة وهو نادي القرن يليه نادي الزمالك برصيد 37 نقطة في المركز الثاني مع احتساب زيادة نقطة لكأس السوبر وقال ان هذا التصنيف جاء على اساس علمي ولا مجال لتدخل اي شخص فيه اللي بيقول كده شخصية زمالكوية شديدة الانتماء بالزبط بيقولك ما فيش كان اي مجال لتدخل اي شخص فيه وقد كان يحسب عدد النقاط بالنسبة للبطولات السلاسل الافريقية ابطال الكؤوس وكأس الاتحاد وابطال الدوري حتى عام 96 بنظام اربع نقاط للفائز الاول وثلاثة للثاني ثم نقطتين ونقطة واحدة بعد ذلك تم تغيير النظام عام 97 دور الابطال تغير من 97 اصبح له جوائز واصبح عدد مبارياته اكتر فبيقول الدكتور فيكن بعد ذلك تم تغيير النظام منذ عام 97 بحيث يحصل ابطال الدوري على خمس نقاط للفائز بالبطولة لان عدد المباريات التي يشارك فيها المشاركون في هذه البطولة اكثر من المسابقتين الاخريين ويحسب للفائز بالمركز الثاني اربع نقاط وثلاث نقاط للفريقين اللي زيني يحتلان المركز الثاني في المجموعاتين ونقطة لباقي الفرق اضاف الدكتور فيكن عشان خلصت لا 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 فينا قبل ما تتوم من هنا دي اه سنة كام عملوا خمس نغط وغيروا النظام 96 96 97 لم يشارك الاهلي اي عشان اللي بقولك دي معمولة عشان مجاملة الاهلي اه طب الاهلي كان مقاطع اي ولم يشارك وما خدش وما خدش حاجة مراحش اصلا اه يبقى كان من اللي مشارك الزمال من اللي كان حيتجامل الزمال وعنده فرص للمجاملة الزمال واستفاد منها ومن السابع بقى للتاني اه اظن كده ها بس انا عايزهم ياخدوا الملائق المستند دي يضفوه لملف القضايا اللي هم رفعينها اضاف الدكتور فيكن ان ما حدث من شائعات كلام للدكتور فيكن جازمجيان في الفين اضاف الدكتور فيكن ان ما حدث من شائعات ليس له اساس من الصحة ولا يعلم الاتحاد الافريقي مصدره الاساسي والاتحاد غير مسؤول عن تصنيف تصدره بعض الجهات غير رسمية خاصة ان هذا التصنيف هو من ابتكار الاتحاد الافريقي وهو الوحيد الذي يحسب هذا النظام كده الامر وضح تماما كان هذا التصنيف لو هتفتكروا القائمة بتاعته لانه لغاية النهاردة لغاية النهاردة لسه فيه اصوات بتتكلم هذا التصنيف اللي صدر وقتها الاهلي اربعين نقطة الزمالك سبعة وتلاتين كانوا نيواند الكاميروني اربعة وثلاتين كوتوكو غانا اربعة وثلاتين التراج التونسي سبعة وعشرين اسك ميموزا الافواري سبعة وعشرين السابع هارسف اوكل غاني ستة وعشرين وافريكا سبورت الافواري خمسة وعشرين هافيا كوناكر الغيني في التاسع باربعة وعشرين نقطة وكان العشر شبيبة القبائل الجزائري باتنين وعشرين نقطة